وخلونا نرحب بالدكتور محمد أيمن الجمال أستاذ الفقه والقضايا المعصرة بجامعة السلطان محمد الفاتح في اسطنبول ورئيس فرع رابطة العلماء السوريين باسطنبول أهلاً دكتور أيمن أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد وبالسهد المشاهدين الكرام أرحب بك في الفقرة الإيمانية ناس ألحدت سبب كتير ألحدوا بسببكم سببنا؟ أيها يعني بسبب بعض الذين يدعون التدين أنا معك بعض الذين يدعون التدين كان عندهم نظرات خاطئة كان عندهم تصورات خاطئة أعطوا الناس صور غير منطقية قدموا للناس أحياناً وعود كاذبة الناس بعضها الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم مثلاً نعم انت شفت التقرير ده عن نشراته البي بي سي على أنه عدد كبير من الشباب عدد لا يستهام به الحقيقة أعلن الحاد وأنه غير ملتزم بالدين وكنا عرضنا ده في حلقة مبارح فالحقيقة مش بس يعني أنت لما تطلع تلاقي شيخ بيقولك أعطي الحاكم مالك وده من الفقه الإسلامي وينجلد ظهرك والحاجات دي والتاني طلق أو واحد يقولك يطلع يزني على الهوى نص ساعة عش نص ساعة كتير بس يطلع يزني على الهوى برضو حق ومتدرش تقول عليه حاجة لا طبعاً نقدر نقول الحاجات أيها طبعاً أنا أصدق مين أنا كشاب أصدق مين الآن في عندنا نحن الحقيقة أمر لازم نوضحه للناس قبل ما ندخل في تفاصيل القضية الأمة الإسلامية أمة جعلها الله سبحانه وتعالى خاتمة الأمم ليس من المنطق والمعقول إذا كنا نؤمن بالله عز وجل أصلاً ليس من المعقول أن يترك الله سبحانه وتعالى الحكيم أن يترك الناس بلا رسالة أن يترك الناس بلا هداية وإذا كانت آخر الأمم فلابد أن تبقى هذه الأمة محفوظة يعني لا يمكن أن تتغير أصول الإسلام عبر العصور أيها ما أجمعت عليه الأمة هو المعيار والمقياس وليس النصوص الشرعية وهذه نقطة جداً مهمة وحساسة ما أجمعت عليه الأمة عبر العصور هو المقياس وليس النصوص الشرعية بمعنى لو جاءني إنسان الآن وقال لي في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى كُتِب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين أقول له أجمعت الأمة على عدم جواز الوصية للوالدين المسلمين وهذا أهم بكثير إجماع الأمة أهم بكثير من هذا النص وإن كان هذا النص في القرآن الكريم لماذا؟ لأن النصوص في القرآن الكريم تحتمل أن تكون عامة أريد بها الخصوص تحتمل أن تكون منسوخة تحتمل أن تكون أصلا مقيدة في موضع آخر من القرآن نفسه تحتمل أن تكون مقيدة بالسنة فكل هذه الاحتمالات التي تطرأ على النصوص لا تطرأ على الإجماع ولذلك ما أجمعت عليه الأمة لا يمكن لأحد أن يأتيك الآن بخلافه الأمة أجمعت على بعض هذه القضايا ممكن الآن خلال يعني كلامنا نستعرض بعضها ما أجمعت عليه الأمة هو الأساس والأصل بغض النظر عن النصوص نعم هناك نصوص تأمر بطاعة ولي الأمر في بعض الصور موهمة هذه النصوص في ظاهرها موهمة أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان ظالما لكن لا يوجد ولا نص في السنة ولا في القرآن يأمر بطاعة الظالم أبدا